اشتركوا في القناة وسيتم بموجة مذكرة التفاهم إقامة علاقة طويلة الأمد بين الجانبين لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات وستشمل أوجه التعاون الثنائي تبادل الوفود والزيارات بين البحرين وروسيا يتخللها تنظيم ورش عمل وتقديم أوراق بحثية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تتضمن بنود مذكرة التفاهم إقامة برامج بحثية مشتركة بين الجانبين تختص بتعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتسامح وحوار الحضارات والأديان ودعوة كل طرف للمشاركة في مؤتمرات محلية أو دولية ذات الصلة وفي معرض تعليقه على مذكرة التفاهم أوضح رئيس مجلس أمنا مركز الملك حمد للتعايش السلمي أن التعايش السلمي لا يتأتى إلا من خلال إرادة سياسية لقيادة تؤمن بالتسامح وجوهرية الإنسان لافتا إلى أن ما يميز مملكة البحرين عنصران رئيسيان هما إيمان وجلالة الملك المفدى بهمية حوار الحضارات ووعي الشعب بأهمية التعايش السلمي الذي تتمتع به المملكة منذ أزمنة طويلة بدوره أكد البروفيسور يا كونين وجود أعدة قواسم مشتركة تجمع بين البحرين وروسيا في مجال تعزيز حوار الحضارات مما يسهل عملية تبادل الأراء والجهود ووجهات النظر مشيرا إلى أن المركز والمعهد يلعبان أدوارا جوهرية في تحقيق التقارب وإيجاد حلول عملية للمشاكل والخلافات التي تعصف بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر